سلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع أتمنى لما تحضر هذا الفيديو نسمع خبر طيب عن أهلنا في غزة إنه الحرب إن شاء الله توقفت أو خبر إيجابي إن شاء الله ومع ذلك مهم جدا إنه إحنا ما نوقف مهما صار إنه ندعمهم نوقف معهم نساندهم بأي طريقة ممكنة سوشال ميديا فلوس دعاء أنتوا أدروا الله يزيكم الخير طلبتوا مني إني أجيب هذا الجهاز الجالكسي A55 وهسا بدي أحكي لكم عن رأيي فيه بمش مراجعة زي فيديو بيختصر التجربة بسرعة بحيث إنه تأخذ يعني الصافي اللي أنا طلع معي هلا ممكن يكون ما حدث ثاني طلع إشي ثاني ممكن عادي ممكن عجبني إشي أنا هو ما عجبه أو أنا ما عجبني إشي عجب الآخر فتستغربوش إنه ممكن تشوفوا مراجعين بيحكوا إشياء مختلفة عاكل حال هذا الجهاز من ناحية التصميم هو مستطيل وفي عنده حواف جدا حادة من الجنب ومن الفوق فيه يعني إنحنا أنا أوعن ما لبأس الشاشة فلات أكيد ما في بروز للكاميرات هذا إشي كويس إطار الألمنيوم فيه زي حرافية نوعا ما فيه حت ومش عارفش بتسميها في نحت في إطار الجهاز على كل حال التصميم حلو جهاز بتحسه زي كنه بشبه لفلاكشيب تصميمه لطيف لكن مش أريح مسكة ممكن تمسكها مثلا هاي نقطة بدي أحكي لكم إياه سماكته 8.2 مليمتر وزنه 213 غرام والجميل في الموضوع عنده معيار الابي 67 فبتحس إنك ماسك جهاز يعني لطيف شكلا جميل لكن مش أريح مسكة زي ما بكرر لأنه ما فيه إنحناءة بالجهاز فمش مريح جدا كنت أفكر إنه يعني أجهزة الاي من سامسونج كلها يعني نوعا ما أقل من المنافسين ما حستوش إنه أقل فيه أشياء رح أحكي عنها ورح أقارنها مع أجهز أخرى بعدين في المفاديوهات القادمة إن شاء الله لكن لو بدأ استخدمه لحاله حتستخدم جهاز لطيف حلو الشاشة سوبر آملت 6.6 إنش بتردد 120 هرتز وسطوحة يمكن يوصل 1000 نتس الشاشة بصراحة يعني شاشة سامسونج فالشاشة بالنسبة لي جيدة جدا لكن لو بدنا ندقق شوي بتحس إنه الشاشة عندها حواف كثير بيزلز يمكن تسبب لك مشكلة إنه للنظر أنت بالنسبة لك يعني شخصية لكن عمليا ما بتسبب مشاكل فيه أجهز أحلى منها بهاي الناحية آفية نعم مش عارفت هاي مشكلة ولا لا بصراحة محمية بيكون نقول لغلاس فيكتس تمام لكن تستخدمها تحضر محتوى تلعب جيمز ما حسيت إني بحاجة أكثر من هيك ما حسيت فعلا النظام أندرويد وعليه الOne UI 6.1 أندرويد 14 طبعا شوفوا سامسونج الواجهة تبعتها بالنسبة إلي صارت ناضجة فأنا بصدت أشجع على استخدام واجهة سامسونج مشاكل قليلة يعني شكل لطيف وأبديتس هتوخد أبديتس على أغلب هنا هذا من أجهزة حياخد أبديتس ما أكدوا سامسونج إنه حياخد سبع سنوات بس على الأقل فيه أربع سنوات ويمكن يوخد سبعة بس ألسة أنا مش متأكد من المعلومة الأداء هذا الجهاز عليه معالج إكزنس إكزنس 1480 هذا المعالج مبني بمعملية أربع نانو متر للأمانة توقعت منه أداء عادي جدا لكن أخدت أداء مرضي مقدرش أقوله إنه عادي أخدت أداء مرضي يعني الجهاز بتحزه سلس فيه سرعة في الأداء بالجيمز الأداء كويس لغرافيكس مش كثير قوي ماشي لكن أداء كويس أنا مثلا بجرب أسفلت ناين أسفلت ناين بالذات هاي اللعبة بتحتاج قوة وتحتاج غرافيكس عالية لحتى تأخذ أفضل تجربة فالجرافيكس هون يعني هو جهاز متوسط يعني ما توقعت أخذ جرافيكس خرافي لكن التجربة مرضية حرارة فيه شوية حرارة أنا ما استخدمته جيمينج فإنت إذا بدك تجيبه هذا الجهاز عشان جيمينج يعني أكيد رح تعاني من الحرارة بعد ساعة ساعة ونص أكيد لكن إذا بدك أنت تستخدم جهاز للاستخدام العام مش جيمينج حيكون مناسب جدا بيدعم مايكرو أس دي كارت وبدعم ساعات تخزيني إما 128 أو 250 روح على 250 أفضل والرام إما 6 8 أو 12 خد 12 دعم شاري شاري خد 12 أما الكاميرات أنا في صراحة وقعت كاميرات ممتازة وقعت يكون حتى أفضل سيستم كاميرات في هاي الفئة عنده كاميرا أساسية 50 ميجابيكسل الحساس 1 على 1.56% إنش وفيه OIS وفيه كاميرا الثانية 10 ميجابيكسل عريضة وفيه كاميرا مايكرو 5 ميجابيكسل طيب التجربة كيف؟ مايكون فيه عندك كاميرا ماكرو يكون عندك كاميرا زوم العزل من الكاميرا الأمامية كان مرات يزبط ومرات يقطش راسي شوية صغيرة من عندي الشعر يعني مايكونش دقيق زي ما أنا متخيل كويس بس مش ممتاز الألوان الصور هفرجوك بعض الصور يعني نوعا ما جيد بس بدنا زوم عم جد بدنا زوم والدايناميك رينج جيد أما بالنسبة للفيديو اللي عجبني فعليا كاميرتين أو نوعين الكاميرا الأمامية عجبتني وعندها قدرة تصور فول اتش دي وفور كي عن جد عجبتني الكاميرا الأمامية يعني ما توقعت عجبني بس عجبتني وعنده كمان بصور فول اتش دي مع تثبيت أو فور كي بالكاميرا الخلفية الفور كي عجبني يعني عن جد حلو الفول اتش دي حسيته مش عالي الجودة زي ما أنا بديه هنا الموضوع برضو يا إخوان يمكن أنا بدقك كثير على البيكسل يمكن أن تعجبك أنا ما عجبني الفور كي عجبني على الأقل عجبني السلام عليكم فيديو فول اتش دي 30 فريم كاميرات الجالكسي اي 55 الأمامية بتصور فول اتش دي 30 و 60 وبتصور فور كي طبعا أننا بدأ أرجع مع الشمس لما تكون الشمسية لتضويك هاي الكوانيتي اللي بتأخذها أعطيكم خيارات أخرى هذا الفور كي 30 فريم نعم 30 فريم شو رأيكم داينمي كرينج الصوت كل شي تثبيت هاي الشمس ضويلي اني حر بس يعني مش مشكل لازم نضحي عشانكم لازم نعمل تست شكرة فيديو فول اتش دي 30 فريم وهيكا فعلت تثبيت مباشرة مع الفيديو اللهم صلى سلام حمد أفروب تكون تثبيت كويس رح نتقل كمان شوي لالفور كي إن شاء الله طبعا هاي الشمس هاي داينمي كرينج خلينا أنتقل للفور كي هذا فور كي طبعا الفور كي ممكن تنتقل مباشرة جدا عريض وتروح 2 اكس هاي وان اكس والأفضل أعتقد والأنسب ماذا تقولون يا إخوتي هاي الشمس إذا عجبتكم حكولي الصوت عنده سماعات استيريو والصوت جيد جدا البصمة شوفوا البصمة أعتقد أنها مش أفضل بصمة وأعتقد مش أسرع بصمة لما بتجاوب بتجاوب صح بس مرات مرات كانت غالط يعني مرة مرتين ثلاثة جرب فأنت ونصيبك أعتقد أنها مش أفضل بصمة ممكن تستخدمها البطارية ممتازة 5000 ميلي أمبير أما الشحن 25 واط يعني عادي الإرسال على هذا الجهاز وأنا بالذات بهاي الغرفة أعتقد أنه جيد بشكل عام التجربة الإرسال ما فيش عليها مشاكل السعر في بلدي بيبلش 260 دينار في الإمارات رح تلاقيه على 1500 درهم يعني ممكن يكون سعره بالدولار 400-450 دولار شو رأيكم حكولي كم سعره في بلدكم شكرا جزيلا بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء